خلينا نروح دلوقتي من ترند لدراسة الدراسة النهاردة كمان برضو على عاد الإمام اللي اتعملت عن مسيرة عاد الإمام الكبيرة ربنا يدي صحة طبعا هي نقطة فاصلة في سنتين هما 1983 و 1984 لان اللي هنكلم عنه في السنتين دول هي ظاهرة عمل فيهم عاد الإمام في السنتين دول بس يعتبر اعجاز انه قدم 15 فيلم طيب يعني ازاي 15 فيلم في سنتين البعض انا ممكن يقول ان ده عمل كبير اوي او كتير بالنسبة لسنتين ولكن احنا بنكلم في سنتين العدد ده يعتبر احيانا ممكن يكون او مش احيانا هو غالبا ممكن يكون مثلا مسيرة فنان من العصر الحديث يعمل 15 فيلم دول على مدى تاريخه الفني كله الافلان دي طبعا زي الغول الافوكاتو ولا منشاف ولا منديري عن طرشيل سيفو المتسول حب في الزنزانة خمس باب حتى لا يطير الدخان واحدة بواحدة الهلفوت الحريف اتنين على الطريق احترس من الخط انا اللي قتلت وحنش الخط كان اسمه الخط معلش كله دخل في بعضه عندي العمله كتير بقى معلش ايه لا بس هو كان بيمثل شخصية رجل صعيدي اسمه الخط اتكرتو معلش عادل امام اعماله كتير فكله دخل عندي ببعضه كان فيه برضو وبعض الخط اعبال تانية من فيدها الحرابي يعني تقريبا نقدر نقول انه قدم كل انواع الافلام في سنتين منها الواقعي الرومانسي التراجدي الفانتازيا السياسي الاجتماعي وفكرة حتى بعض الافلام اللي كانت موجودة يعني الدحك للدحك فكرة كان فيه مرحلة كده من المراحل الافلام فيها كان يعني مش قصص معقدة ولا حاجة ولا فيها ايدولوجيات ولا قصة معقدة لكن حاجة بسيطة دحك للدحك ايوة يعني احنا بنحتاجها من وقت للتاني وزي ما قولنا في بداية الكلام هو وجود عادل امام في حد ذاته انت بتتوقع ان الامر هيروح لجانب كوميدي لا محالة حتى لو هو بيتكلم في ايه يعني هاتو الارهاب والكباب هتلاقوا فيه كوميديا هاتو الارهابي هتلاقوا فيه كوميديا اللعبة مع الكبار هتلاقوا فيه كوميديا الافوكاتو بالقصة البارعة بتاعت المحامي اللي بيلقط القضايا من داخل السجن ويعمل شغب داخل قاعة المحكمة وهو بيترفع عشان القضاء يدخلوه السجن فيعرف ينتقي قضايا بقى يتشهر بيها يعني الحقيقة انه كمان ادى دور المحامي في اكتر من عمل وفي كل عمل منهم بيقدي بشكل مختلف يعني هو برضو عادل امام يعني برغم ان بعض الشخصيات الكوميدية فيه حتى السينمات العالمية بتقال عليها ان هي بتقدي بنفس الاداء ما بتلونش وما بتغيرش عادل امام كان عنده يعني موسوعة كده تقدر ان انت يعني تلاقي اختلاف ما بين الدور ده مثلا في الافوكاتو وما بين في طيور الظلام مثلا وهو محامي يعني فاتح نوفل غير حسن سبانخ يعني شخصيتين مختلفتين تماما لكن في النهاية هو محامي شاطر وبيلعب بالافكار وبالخصوم لحد اما يوصل لصاحب القضية حتى لما عمل دور النصاب يعني برضو في اكتر من اعمال يعني برضو كان ليه طبيعة خاصة كده الكوميدية بالتأكيد بتغلب عن مدوعة كمان مش هننسى ناجي عطلة دراما المميزة جدا عفريت عادل علام يعني عادل امام امتعنا كتير في احنا النهاردة في حلقتنا بنقوله كل سنة وانت طيب دايما يعني طبعا احنا من فترة كنا تكلمنا عن فكرة ان عادل امام خلاص يعني اعتزل ومش هيقدم لنا اعمال سينمائية او درامية مرة تانية لكن الرصيد الكبير اللي هو سايبه ليه السينما المصرية خلينا الحقيقة نسعد بيه ونقوله كل سنة وانت طيب ونستمتع كمان بكل الاعمال سواء الدراما او المسرح او السينما وكمان العمل الازاعي الوحيد اللي كمان وحيد لعادل عبدالحليم حفظ يعني كان وقتها المسلسل ده عامل ضجة كبيرة جدا في الاداعة سبسنائي بالنسبة للاتنين لاتنين يعتبر العمل الازاعي الوحيد ليهم وبعد المراحل اللي احنا اتكلمنا عنها كمان ومجموعة الافلام اللي قلنا عليها دخل بعد كده عادل امام في مرحلة الزعامة بقى فعلا نجم الشباك الاول للسينما المصرية ده كان حوالي 90% من افلام قدر فعلا ان كان لها نجاحات ونجاح جماهيدي جبار مفيش فيلم منهم زي ما بيقولوا كده في لغة السوق بالنسبة للسينما وقع في الايرادات بتاعه يعني نادر نقول الحريف اه ده اللي هنكلم عنه انا كنت اجلها شوية لان الحريف بس بعد كده بقى علامة برضو من علامات السينما يعني بالنسبة للمصر الحريف هيكون لنا كلام كتير عن الحريف ده على فكرة النهاردة استنوه هيكون مهم قوي طبعا كان فيه بعد كده نقلة كبيرة في مسيرته خليته طبعا يعني فرق وعدة بقى بكتير عن باقي المنافسين نقدر نقول من الممثلين في الوقت ده لان فعلا الحقيقة عادل امام مالو الشكلية مالو الشبا يعني هو مختلف تماما عن الجميع احنا بنكلم عن فنان مختلف في العالم العربي كله بقى بعد كده ما شاء الله الاعلى اجرا وبدأ انه هو يقلل في اعماله ويركز في اختياراته لانه انه هو بدأ يقدم نوعين بس ان الافلام كل سنة ويغيرهم في السنة اللي بعدها عشان كده ما كانتش الموهبة الاعظم لكن هتفضل مسيرة عادل امام الفنية هي الاعظم في تاريخ السينما المصرية زي ما يقول كده فعلا هو الزعيم زعامة امتدت لأكثر من نصف قرن وسيظلع ولا هو الزعيم والحقيقة ان دي حاجة محتاجة دراسات كتير يعني فكرة ان انت على السوشيال ميديا زي ما كنا منتكلم في الترند ان كل الاعمار بتتكلم عن عادل امام كل الاعمار بتيها لا احيانا تلاقي صورة بس العادل امام محتوط بقى اي كلام عليها منك يعني كتعبير عن الحالة اللي انت حاسس بها فقد ايه عادل امام مؤثر وقد ايه فنان متميز فحتظل يعني اعماله موجودة وبتمتعنة وحيظل مثال للنجاح والتحدي والاسرار والوصول للهدف والمحافظة على النجاح كمان يعني فالدراسات هتشتغل على عادل امام الدراسات الفنية يعني والانسانية كمان على قد ايه الانسان لما بيكون شغوف بعمله يستطيع النجاح والتربع على عرش نجاحه ده سنين طويلة كل سنة وعادل امام طيب كل سنة وهو دائما يعني بيسعد بيسعد بمشاهديه ودايما صاحب السعادة والزعيم ترجمة نانسي قنقر